الأهم كمان إن ديم الصدفة لأن الصدفة ما بتتكررش على مدار التاريخ اللي احنا جبنا لكم جزء منه مش كله وبالتالي دي عقيدة أيوة عقيدة في مسماها روح الفانيلا الحمراء وأسباب الفوز دايما وده على الجانب النفس اللي لازم نفهمه ولازم الجيل ده وكل جيل ينقلوا للجيل اللي بعده هي فكرة إنك قادر تنتصر حتى لو المباراة كانت مش لصالحك طالما الحكم لم يطلق صفارة النهاية فانت لسه عندك الاستعداد والقدرة على إنك تفوز كل جيل بيجرب التجربة دي جبنا من أجيال أربعينات وحصل قبل كده إن مباراة طريفة جدا بين الأهلي والمصري كان البس تقطع في الراديو وطلعت جماهير المصري تحتفل ومنتظرة الباص بتاع المصري راجع بكاس مصر وإذا بين المباراة كانت منتهية لصالح النادي الأهلي قدر يعمل المنتهى ده في آخر عشر دقايق ده كله تاريخ للنادي الأهلي في فكرة العودة دائما بالبطولة ومهم جدا إن الجيل الحالي يكون عنده التجربة دي التجربة اللي بدأت لما الجيل ده صدق نفسه في 27 نوفمبر 2020 وقدر يحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب سبع مواسم أو سبع سنوات لما صدق ده كانت بطولة العشرة كانت أسهل بشكل كبير من البطولة التسعة وقدرت تفوز وإنت عندك تجربة منصة التتويج كذلك السوبر عندك تجربة منصة التتويج فعشان كده لما قفش قال قولهم جيل تريكا وبركات وجمع راجع تاني أنا عايز أقول لأفشا أنتو في إيديكم دلوقتي كجيل أنتو تتخطوا رقميا جيل أبو تريكا وبركات ومتعب وفلافيو وكل الناس دي أنتو في إيديكم المراتي أو السنة دي في دور أبطال أفريقيا أنتو تصنعوا ما لم يصنعوا جيل في تاريخ النادي الأهلي وتحفروا أساميكم بحروف من ذهب لكن ركزوا دايما في البلاس تسعين وانقولوها دايما لأن دي مش بس بتفتكم بإيجابية أن أنت أول لما الوقت يقترب بتجحز كل طاقتك عشان تسجل لا ده المنافس كمان صدقني بقى مقتنع جدا أو هيبقى مقتنع جدا مع تقرار التجربة أن ما فيش أمل حتى لو أنا كذبان قدام النادي الأهلي النادي الأهلي هيعود هيعود في المجراء ركزوا على المكتسبات دي مكتسبات التتويج مكتسبات اعتياد منصة التتويج مكتسبات البلاس تسعين المترجم للقناة